تاني حاجة هنبدأ نشتغلها مع بعض هنشتغل الكوفية او الرقبة برضو هستخدم الخيط على فتلتين وهستخدم برضو ابر بس مش ابر دائرية بقى هشتغل بابر عادية مقاس خمسة برضو. هبدأ اشتغل عدد من الغرز هعمل تمانية وتلاتين غرزة بعمل طبعا عدد لفات على عدد الغرز اللي انا هعملها على السنورة بعد كده لفات دين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبكمل لفات بعدد الغرز هكمل اللفات كده وصلت لتمانية وتلاتين لفة هنزلهم وانا معلمة الخيط وهبدأ حط المكان دوت على السنورة وابدأ اشتغل الغرز طبعا الخيط اللي انا معاملها ده على الشمال والبكرة بتاعت الخيط على اليمين الباب ده ااخد لفة على ايدي اليمين بالشكل ده وادخل باللفة في السنورة وحطها على الخيط وارجع تاني باللفة اول مرة هعملت معي غرزتين هكرر نفس الخطوة هتعمل معي غرزة كل مرة كده تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هكمل لحد ما يكون عندي تمانية وتلاتين غرزة عايز اوريكو شكل كفاية هيكون اعملت زي? الكفاية كانت عبارة عن خطعة مستطيلة بالشكل ده كده وفيها زي ضفيرة في نصها العرض دوت هو التمانية وتلاتين غرزة يعني العدد الغرز اللي انا اشتغلته ده هو التمانية وتلاتين غرزة اللي هيبقوه عرض الكفاية دي الضفيرة هتكون في بطول الكفاية الدفيرة دي مش في النص الدفيرة دي عرضها عشر غرز او هتقض عشر غرز انا عندي تمانية وتلاتين غرزة هترح منهم العشر غرز هيفضل عندي تمانية وعشرين غرزة التمانية وعشرين غرزة دولت مش هيتقسموا بالنص والدفيرة هتبقى في النص لأ هيبقى فيه جنب فيه تمنتاشر غرزة وجنب التاني فيه عشر غرز يعني الدفيرة هتكون اغدى جنب شوية مش في نص الكفاية بالزبط فيه جنب هيكون اكبر من جنب التاني الغرز اللي هتبقى قبل الدفيرة وبعد الدفيرة هتتشغل كلها بالغرزة العيدة العايزة دبوسين على مية عشان احطهم قبل الدفيرة وبعدها هبقى معلمة الغرز بتاعت الدفيرة هبدأ اشتغل هشتغل 18 غرزة في الاول عيدل دولت الغرز اللي قبل الدفيرة بالشكل ده الخيط بيبقى وراء بدخل في الغرزة من جوة وبحط عليه الخيط واسحب الخيط دوت واطلع من الحلقة ونزل الحلقة التانية من على الصنور بدخل من جوة حط الخيط وبعدين اطلع هو اللي على الابرة ونزل الحلقة التانية من على الابرة التانية دول خمس غرز اهم بصوا شكل الغرزة العيدل كده وعملت 18 غرزة دلوقتي حط دبوس على ميت عشان اعلم بداية الدفيرة دي الغرز اللي قبل الدفيرة بعد كده هشتغل السطر الاول في الدفيرة طبعا انا عاملك جزء اللي قبله بعد الدفيرة عيدل عشان ما نطلق باطش ونقعد نفتكر احنا كنا هنعمل السطر القابل وبعد ايه السطر الاول في الدفيرة ده البطرون بتاع الدفيرة السطر الاول عشر غرز عيدل يعني العشن غرز كلهم عيدل يبقى حط دبوس على ميت وبعد كده اشتغل عشن غرز عيدل بتاع الدفيرة وبعد ايه نحط الدبوس التاني الغرز اللي قبله بعد الدفيرة عيدل على طول عشان ما نطلق باطش مره نشتغل مثلا بدلا ما يكون مفروض نشتغل عيدل نشتغل مقلوب او كده فكفية علينا ان احنا بنبقى بنطبق البطرون بتاع الدفيرة يبقى اوتوماتيك هنشتغلهم عيدل من غير تفكير ونبقى بس تفكيرنا في السطر بتاع الدفيرة انا كده اشتغلت الغرز بتاع الدفيرة هحط دبوس العلامات التاني عشان كده بقى علمت الغرز بتاع الدفيرة هكمل الغرز اللي بعد الدفيرة برضو بتبقى عيدل هكملهم عيدل في حاجة بس في بداية السطر كل مرة ان احنا بنشتغل او بننقل اول غرزة مش بنشتغلها وبننقلها عكس ما اشتغلناها في اخر مرة بسوا اخر غرزة هي اشتغلتها عيدل لما اجي هنقلها في السطر التاني هنقلها كأنه هشتغلها مقلوب بس ما اشتغلهاش هنقلها على طول انا خلصت كده السطر الاول السطر التاني برضو الغرز اللي قبله بعد الدفيرة باشتغله معيدل اول غرزة بس هنقلها مقلوب عكس ما اشتغلتها اخر مرة يعني ايه هنقلها مقلوب يعني هدخل الابرة كأني هشتغلها مقلوب اللي هو بدخل الابرة من بر وبدل ما اشتغلها كده مقلوب لأنا هنقل الغرزة على طول من غير ما اشتغلها الغرزة الاولى على طول ما باشتغلهاش بنقلها عكس ما اشتغلتها اخر مرة دلوقتي هتجيب الخيط الورا عشان اكمل العشر غرز الاولانيين دولة عيدل كده الغرزة الثانية الثالثة وهكمل بقية الغرز كلها عدل لحد دبوس العلمات أنا كده اشتغلت أول عشر غرزة السطر الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس اشتغل الغرز تماما كوضع الغرز على الإبرة يعني فوق العدل عدل وفوق المقلوب مقلوب فأنا هشتغل واحدين ثلاثة اربعة خمس سطور خمسة فوق العدل العدل وفوق المقلوب مقلوب طبعا بحفظ على دبوس العلمات ما كانها هنقل دبوس العلمات وهشوف الغرز الغرز مقلوب يبقى هشتغل كله مقلوب الغرز كلها مقلوب أول حد دبوس العلمات التاني فهشتغلهم تاني مقلوب ويبقى كده انا اشتغلت سطر العشر غرز او دي الغرزة العشرة مش التسع بعد كده هنقل دبوس العلمات او دبوس العلمات بيساعدني ان انا مغلطش في العدد كده مقلوب او زي ما كانوا مقلوب دلوقتي هنقل دبوس العلمات وهشتغل باقي الغرز ديت عدل زي ما بشتغل الغرز اللي قبل وبعد الدفيرة عدل على طول هجيب الخيط الورا وهشتغل الغرز كلها عدل هكامل الغرز كده خلصت السطر اهو دلوقتي هلف عشان اشتغل السطر اللي بعده برضو هشتغل الغرز اللي قبل الدفيرة كلها عدل لحد دبوس العلمات او الغرزة بنقلها مقلوب عكس ما اشتغلتها اخر مرة وبعد كده بغير الخيط بنقلها مقلوب كاني بشتغل الغرزة مقلوب يعني بغضل الغرزة من بر وبنقل الخيط بين السنورتين وبعد كده بكمل بقية الغرز عدل بسوا بدينا عطار في كده شكل سلسلة حلوة قوي لانه اصلا كفية طرفها هيبقى باين يعني ده مش هيتشغل عليه حاجة ومفوش خيوطة ده الجزء ده هيبقى طرف كفية وباين انا هكمل الغرز لحد دبوس العلمات انا كده دلوقتي هنقل دبوس العلمات واشتغل السطر التاني من الخمس سطور اللي بشتغلهم زي وضع الغرزة على الابرة او السطر التالت اللي هو برضو بشتغله زي وضع الغرزة على الابرة اللي هو سطر التالت او تاني سطر من الخمس سطور اللي انا قلتلكوا عليهم اللي هما التاني والتالت والربع والخامس والسادس فده تاني سطر السطر هي الغرز عيدل عندي هشتغلها عيدل الخيط الورا بادخل في الغرزة من جوة وبعد كده بيغض لفة على السنورة واطلع بالخيط وانزل بقية الغرزة من على السنورة القديمة برضو خلص العشر غرز وانقل دبوس العلمات واشتغل الغرز اللي بعد غرز الضفيرة عيدل اشتغلهم عيدل سطر التالت من الخمس سطور دولت انك اشتغلت السطر التالت السطر الرابع والخامس والسادس اللي هما التلات سطور الجايين هشتغلهم برضو زي وضع الغرزة على الابر وهرجع لكم عشان نشتغل السطر السابع مع بعض يعني كده خلصت الخمس سطور اللي هما زي وضع الغرزة على الابرة يعني وصلت للسطر السادس اشتغلت السطر السادس وبعد كده هبدأ اشتغل السطر السابع هبدأ اشتغل الثمانتاشر غرزة اللي قبل الضفيرة بصوا شكل السلسلة اهو بتاعة الحرف ده اللي هيبقى حرفة كفية عشان كده لازم شكلها هيبقى حلو دلوقتي اشتغل حد ابوس العالمية تعيدلي لحد ما وصل للسطر السابع عشان اشتغل السطر بتاع اسلتي خمس غرز على ابرة احتياطية وتركيهم خلف الشغل ده الدبوس اللي هنازل عليه الغرز في دبوس تاني كده عامل شبه حرف اليو هو ده بتاع الدفيرة بس هو مش موجود عندي دلوقتي فانا هشتغل دلوقتي الغرز العيدل وهصلت على الدبوس ده عادي التاني يعني سهولته ان احنا نقدر نشتغل من عليه الغرز مش محتاجين نرجحهم تاني على الصنارة ده هيخلينا نرجحهم تاني على الصنارة عشان نعرف نشتغله التاني بطرفين فانسحب من الطرف او هننقل الغرز من طرف وهنعرف نشتغلها من الطرف التاني لان طبعا اول غرزة بننقلها هي اول غرزة المفروض نشتغلها ففي الدبوس ده هتبقى ناحية جوه مش هنعرف نشتغل من عليه لكن الغرزة او الاداية بتاعة الدفيرة لها طرفين طرف بناغل من عليه الغرز والطرف التاني انا خلصت كده الغرز الطرف التاني هنشتغل من عليه الغرز مرة تاني كده انا هنقل دبوس العلمات وهبدأ اشتغل السطر بتاع اسلتي معايا الدبوس اول اللي هنقل عليه الغرز كان عندي اسلتي خمس غرز يعني هنزل خمس غرز بصوا اول غرزة هاي تبقى ناحية جوه عشان كده مش هينفع نشتغل من عليه الغرزة التانية الثالثة الرابعة والخمسة انا هقفل عليهم عشان ما يقعوش من على الدبوس وهنقلهم وراء الشغل ضروري ان هم يبقى وراء الشغل ما ينفعش نسيبهم مبدايم وبعد كده هشتغل بقيت الغرز اشتغلي خمس غرز عيدل ثم اشتغلي الخمس غرز اللي على الابرة الاحتياطية عيدل يعني انا هشتغل خمس غرز عيدل الخمس غرز دول هشتغلهم عيدل ثلاثة اربعة خمسة وبعد كده هرجع الخمس غرز اللي انا ثلاثتهم دولة على السنورة عشان نعرف اشتغلهم لو استخدمنا الاداية بتاعة الدفيرة دية اللي عاملتها بحرف اليو هنقدر نشتغل من عليها لانه لها طرفين لكن لو استخدمتوا دوت هنرجع الغرز تانية على السنورة كل غرزة لها طرفين اتأكد ان احنا ما نفوتش ولا فتلة وبعد كده نشتغل الخمس غرز دولة طبعا اول غرزة بتبقى مجدودة شوية هنشتغل الخمس غرز دولة عيدل برضو يبقى انا كده عملت الجزء المبروم دوت اللي في الدفيرة دي اول غرزة تاني غرزة تالت غرزة اكون دقيقة ان ما وقعش الغرز من على القبرة وزي الغرزة الخمسة يبقى انا كده خلصت سطر بتاع اسلتي خمس غرز عطيتنا شكل مبروم كده وبعد كده هنقل دبوس العلامات واشتغل بقية الغرز اللي بعد الدفيرة عيدل كلها بعد كده الدفيرة بتقول لنا ايه؟ السطر الثامن كرري من السطر الاول للسادس وهنا في غلطة مفروض من السطر التاني للسادس اللي هما الخمس سطور بتوع اشتغلي كوضع الغرزة على القبرة وبعد كده هنرجع نجيب الدفيرة من الاول خالص للسطر السابع يعني هشتغل ست سطور عيدل او السطر الاول هيبقى عيدل وبعد كده زي وضع الغرزة على القبرة يعني هنشتغل من سطر السلت لحد السطر التاني بتاع السلت 11 سطر كل سطر بفيهم بنشتغل زي وضع الغرزة على القبرة يعني في العيدل عيدل وفي المقلوب مقلوب بصوا اشتغلت كده الخمس غرز سوريا الخمس سطور اللي هو اشتغلي من السطر التاني للسطر السادس وهرجع اشتغل فوقيهم ست سطور تانيين يبقى الفرق ما بين السطر السلت والسطر اللي بعده بيبقوا 11 سطر باشتغلهم على العيدل عيدل وعلى المقلوب مقلوب انا صححت هوت عملت من السطر التاني للسطر السادس يعني خمس سطور وطبعا لما بنرجع نبدأ الوحدة التانية او الدفيرة التانية بنشتغل ست سطور فبيبقى الفرق ما بين سطر السلت والسطر اللي بعده اللي بنسلت فيه 11 سطر بنشتغل فيهم فوق العيدل عيدل وفوق المقلوب مقلوب طبعا انا هفضل اقرر من اول سطر الاول للسطر التامن. لحد ما وصل للطول اللي انا عايزاه للرقبة. وطبعا انتم ممكن تطولوا شوية عن طول اللي انا هعمله لانه انا عايزاه يبقى مقفولة على قد الرقبة ممكن انتم لو حبينها تبقى واسعة شوية تزودوا وحدتين كمان. اللي هي الوحدة. الوحدة فيها سبع سطور والسطر التامن فيه خمس سطور. يعني كلهم على بعض. اتنشر سطر. بصوا طرف الكفية عايبه عاملت ازاي. انا هخلصها وارجع وارجع واريكو طول الكفية نفسه هيبقى عامل ازاي وشكله عامل ازاي لما يخلص. ده شكل الكفية بعد ما خلصت او قررت الوحدات. وصلت برضو نص وحدة زي بداية الشغل عشان الاتنين لما يتقفلوا مع بعض. هيعملونها وحدة كاملة. اللي هو بدأت بستة سطور وانتهيت بخمس سطور. بطول الكفية. واحد واربعين سنتيق ممكن توصلوها انتو خمسة واربعين او ستة واربعين الكفية ديت يعني ديق على قد الرقابة او اوسع من الرقابة حاجة بسيطة انا عايزة ملمومة لكن انتو ممكن تزودوا وحدتين هتبقى اوسع شويان. دلوقتي انا هقفل وهقفل كفية خياتهم في بعض عشان اقفلها لان هي رقبة على قد الرقابين كتلابس من الدماغ مش مش مفتوحة. طريق التقفيل الشغل ان انا بشتغل اول غرزة وتاني غرزة. طبعا اول غرزة التتنقل فانا قلتها وهشتغل تاني غرزة عادل. هشتغل كل الغرز عادل. وبجيب الغرزة اللي ورا انا نزلها من على السنورة من غير ما واقع الغرزة اللي قدامها. طبعا لو حاسين الغرزة اللي قدامها هتوقع ممكن اشد الخيط اللي وانا بشتغل بها يمسكها. اشتغل غرزة وبقى عندي غرزتين قلبل الغرزة اللي ورا على الغرزة اللي قدامها. كل مرة بشتغل غرزة واحدة وانا عندي غرزة على السنورة. فبقلبها من على الغرزة اللي قابليها. او اللي بعديها اثنى. دي طريقة التقفيل. هنلاحظ ان الشغل بينزل من ورا. اهو ده شكله لما اتقفل الطرف. انا طبعا هكمل نفس الشيء لحد ما وصلت لنهاية السطر. دلوقتي هعمل ايها? اخر حلقة فضلت عندي على الابرة. هعدي منها طرف الخيط. انا قصيت كده طرف الخيط ست جزء بسيط عشان اخيط منه. وها اسحب بالشكل ده كده من قلب الحلقة عشان اقفل طرف الخيط. دلوقتي المفروض ان انا هقفل الطرفين مع بعض. هستخدم ابرت تشتيب زي دي. بياخد اول طرف خالص من الكفية. وببدأ اخيط بياخد من برة الغرزة كلها. وياخد الغرزة اللي قصدها. بياخد كل غرزة قصد الغرزة اللي قصدها عشان لازم الغرز بتاعتها تبقى القصد بعض عشان كأن الدفيرة مكملة بعضها اينا. كل غرزة بياخدها مع الغرزة اللي قصدها ناحية التانية. ممكن اعمل كزا غرزة وبعدين اشدهم مرة واحدة. بس هي دي طريقة التقفيل هكمل بقى بقيت الكفية كلها بنفس الشكل دوت لحد الطرف وكده بتكون خلصت اصلا الكفية مفياش اي حاجة. بصوا لما وصلت عند الطرف للدفيرة البداية طاعت الدفيرة بدأت مع الدفيرة اللي قصدها. وطبعا لازم هينتهوا برضو مع بعض لانهم عشر غرز يمين وعشر غرز شمال فهيبقوا الاتنين هيبدأوا وينتهوا مع بعض. كده خلاص هي الكفية خلصت وانا هكمل تقفيل لحد الاخر. وطرف الكفية او الخيوط اللي فاضلة ديت تاعت التشتيب همشيها كده في قلب استطر بتاع التقفيل. في نص التقفيل كده قص زيادات بس. هي مفياش اي حاجة تانية مختلفة. هي كل فاكرتها اصلا في غرزة الدفيرة. انا خلص بقى لحد الاخر. وكون كده خلصت الفيديو تاني ان شاء الله. لو حبيين نعمل لجوانتي قولولي في التعليقات. سلام عليكم. وده شكل الايس كيب والرقبة بعد ما خلصه.